بضع ساعات متبقية ينتظرها العالم لانقضاء المدة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوجيه ضربة عسكرية للنظام في سوريا ردا على استخدامه الكيمياوي مرة أخرى ضد المدنيين في دوما في الغوطة الشرقية ترامب ألغى زيارته المقررة لأمريكا اللاتينية لبحث سبل الرد على النظام السوري ودخل في اجتماعات مكثفة في البيت الأبيض مع أركان إدارته من المدنيين والعسكريين الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون دخل على خط التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأمريكي ترامب لبحث الرد على النظام السوري تطور في الموقف الفرنسي جاء نتيجة تهديد سابق وجاء الرئيس الفرنسي ماكرون للأسد إذا ما كرر استخدامه للأسلحة الكيميائية التهديد الأمريكي بلغ صداه في دمشق إذ كشفت وكارة الأنباء الألمانية عن حالة استنفار في مواقع قوات النظام تحسبا لضربات أمريكية أو غربية محتملة شملت المطارات والقواعد العسكرية في دمشق وريفها ومحافظة حمص واللاذقية وترطوس ودير الزر كما أن الروس لم يكونوا أفضل حال من حليفهم في دمشق فهم أيضا أعلنوا حالة التأهب لمنظومات دفاعاتهم الجوية في إسطول البحر الأسود ودخلوا في ارتباك شديد يدلل عليه ما قاله نائب بازير الخارجي الروسي ميخايل بوغدانوف من أن موسكو تأمل ألا تصل الأمور إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع واشنطن ولسعيها إلى تخفيف حدة التوتر أجرت موسكو اتصالات مع واشنطن علها تفلح في تبريد الصفيح الأمريكي الساخن ما بعد كيمياوي دوم هذه المرة يختلف عما أعقب كيمياوي خانشيخون في ريف أدلب في العام الفات هكذا يقول مراقبون استندوا في استشرافهم إلى معطيات العلاقة المتأزمة بين الغرب وروسيا بعد قضية الجاسوس الروسي المزدوج في بريطانيا الذي اتهمت روسيا بتسميمه إضافة إلى حالة التأهب الروسي لتلقي ضربة مفاجئة خلافا للقصف الأمريكي لمطار الشعيرات والذي تلقى الروس وقتها إشعارا بالضربة قبل حصولها وتبقى الساعات المقبلة وحدها كفيلة بالكشف عما إذا كانت لهجة ترامب مجرد جعجعة كلامية على تويتر أم أنها نقطة تحول حقيقية في الملف السوري برمته